معلناً فشل المحادثة الروسية بسبب ما يصفه تراجع كياف عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشدد على أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها دون أدنى شك بوتين وخلال لقائه الثلاثاء بالرئيس البيلاروسي لوكاشينكو لم يتوانى في وصف ما يحصل في أوكرانيا بالمأساة لكن لم يكن لدى موسكو خيار آخر أمام ضرورة إنقاذ شعب دونباس يقول الرئيس الروسي وفيما قلل بوتين مما أسمه محاولات عزل موسكو على خلفية العقوبات المتهاطلة عليها بيد أنها ستتأقلم مع ذلك حث الرئيس الأوكراني زيلنسكي مجدداً الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي داعياً إلى تحديد موعد نهائي لتوقفه عن استيراد الغازي من موسكو وإذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أكد خلال مؤتمر صحفي له ثلاثاء مع وزيري الخارجية والدفاع الهنديين أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا ليس هجوماً على الشعب الأوكراني وحده بل على النظام الدولي القائم على القواعد كذلك فإن المتحدث باسم الخارجية الصينية شدد من جهته على أن السلطات الأمريكية تقوم بتصعيد النزاع الأوكراني بشكل متعمد بهدف ردع الصين وروسيا لافتاً إلى أن أعمال واشنطن وحلف الناتو أوصلت مستوى الخلافات بين موسكو وكياف إلى نقطة حرجة فهم لم يتخذوا إجراءات ملموسة للحد من التصعيد بل كان صب الزيت على النار منهجاً لهم ليس هذا فحسب فالولايات المتحدة دائماً ما قامت بنشر معلومات مزيفة لتشويه الصين وموقفها المسؤول من المساعدة في المفاوضات السلمية يضيف المتحدث باسم الخارجية الصينية